أكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة محمود عسموت أنه لا بديل عن تحسين جودة تشغيل وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم من الطاقة المولدة كأحد أهم محاور خطة العمل العادلة لتحقيق هدف استقرار التيار واستمراريته جاء ذلك خلال قيم وزير الكهرباء بزيارة ميدانية مفاجئة إلى محطة توليد كهرباء السادس من أكتوبر بقدرة 1518 ميلاوات لمتابعة سير العمل والتشغيل والسيانة وشملت الجولة الميدانية زيارة مفاجئة إلى المقر المؤقت لإدارة شبكات توزيع أكتوبر 2 بمنطقة حدائق أكتوبر